تمام، فإنت الآن لو تلاحظ خلصنا خطوتين، مشينا خطوتين عملنا تعريف أولي للمشكلة، بدأنا بحلم وطلعنا فكرة، فكرة أولية للبحث عرفت مجالها، حددت الفريق حقي، عملت كده عصف ذهني مع بعض الفريق وعدت كده بلورة المشكلة، ماشي الحال الآن أبغى يعني إيش أبغى أخش زي ما أقوله في العميق لاحظوا مستوى الجهوزية ارتفع لكن ما زال متوسط ترى لسه ما وصل لإبداع، كثير من الناس برضو يحدد لك المشكلة ويسيبها فإنت الآن تجي للخطوة الثالثة اللي فيها فهم المشكلة اللي تتكلم أربع مراحل تقرأ القراءات السابقة، تحدد مواطن النقص في القراءات السابقة وتعيد صياغة فرضيتك بشكل عام، بناء على اللي شفتوا قبل كده وتعمل خطة البحث حقتك إيش يعني قراءة البحث السابقة؟ تقرأ في المجالات العامة للمشكلة اللي أنت يتناولها البحث حقك البحث السابقة، ليش تقرأ؟ إيش الهدف؟ لما تقرأ طبعاً بعض المواضيع ترى فيها آلاف البحث المنشورة فإنت إيش تقرأ؟ تدور على إيش ولا تقرأ على إيش؟ فإنت هدفك من القراءة أنك تعرف العلم وصل فين في المشكلة هذه تحدد المشكلة هذه في عشرين واحد اشتغل عليها قبلي أحدد هذول العشرين وصلوا الفين بدأوا المشكلة من واحد، حلوا مشكلة، حلوا جزء، حلوا جزئين، حلوا ثلاثة، حلوا أربعة، وصلوا الفين إيش نقاط الضعف اللي موجودة في كل بحث من البحوث؟ لاحظوا البحوث الجيدة في نهايتها كلها يقول لك أنا عندي الضعف الفلاني أنا ما استطعت أن آخر جزء من البحث حقك اللي هو الكونكلوجين تكتب فيها أنا إيش طلعت؟ إيش الإضافة اللي عملتها؟ ماشي الحال؟ وبرضو في البحث حقك تكتب أنا إيش مواطن الضعف اللي عندي فإنت هذه الأمور تفهم الناس فين وصلت في المعرفة؟ تفهم إيش نقاط الضعف اللي كانت في المشاريع اللي قبلك؟ ومواطن التطوير المقترحة توسع دائرة المعرفة حقتك وتتأكد إيش المتغيرات المرتبطة بهذا الموضوع؟ ترى في أشياء كثيرة أنت تتخيل أنه أنت فاهمها لكن لما تبدأ تقرأ من الخبراء اللي دخلوا فيها تكتشف لا والله هذه جوانبار ما كنت تعرفها من أول هذه ما كنت تعرف أنه هذا الموضوع لازم أنتبه له وبعدين قد تضع في نفسك فكرة ولما تبدأ تبحث في البحوث السابقة تكتشف والله في ناس سبقتك ترى مو أنت الوحدة كذكي الناس كلها تفكر الناس كلها عندها نفس الأفكار فكثير من الأحيانة أنا تجيني أفكار براءات اختراع لما أجي أدور على البحوث السابقة ألاقي فيه واحد تاني قبل يفكر فيها فما أنت أنت الشخص الوحيد اللي بتفكر كل العالم بيفكر وكل الناس عندها احتياجات وفي النهاية الحلول محدودة فمو أنت الوحدة اللي بتفكر فلابد تكون سريع فالقراءات البحوث السابقة لا بد تتمر بحرص كده وتنتبه لها تعرف من الباحثين الممتازين تعرف من الشخص اللي كيف تعرف الباحث المميز ده تشوف كم واحد عمله ريفرنس كم واحد استخدم البحث حقه تلاقي فيه بحوث تقراها دائما كلهم يشيروا لهذا البحث فلان الفلاني ده في الموضوع ده كل البحوث لما تتكلم لازم تجيب سيرة البحث هذا أو هذا أو هذا فأنت تعرف دول ناس مراجعة فتروح تدور في شغلهم أكثر تبحث فيه شغلهم أكثر لما تفهم المواضيع البحوث السابقة يساعدك على إيش إنك يعني تختار فرضيات جيدة ضروري في نهاية قراءة البحوث هذه تعمل تقرير literature review اللي يسموه اللي هو تعمل تقرير تلخص فيه كل اللي أنت قرأته إيش دي راعي في قتابة التقرير هذا هذا جزء حتى ترفعه في إبداعي ما تحتاج تسرد كل البحوث مو كل شيء قريته تحطه لازم تحط الأشياء اللي لها علاقة بأهداف البحث حقك تلخص الفكرة المتنوعة البحث الفلاني إيش فكرته إيش المنهجية اللي استعملها وإيش النتيجة اللي وصل لها ولما تحط بحثين ثلاثة تقول ترى يعني هذا سوى الحركة دي ووصل لهذه العملية لكن المشكلة عنده إنه ما عمل واحد اثنين ثلاثة فلان الثاني ترى بدأ يعمل بالجزء من المشاكل هديك واستطاع إنه يتجاوز المشكلة اللي كانت في البحث حق الشخص الأولاني ونجح فيها وتمكن لكنه فشل في الموضوع الفلاني فترى تلخص الأفكار بطريقة مترابطة وتختار البحوث إنت ممكن تكون قراءة عشرين خمسة وعشرين بحث تختار البحوث اللي إيش تساعدك إنت في فهم المشكلة اللي فعلا حسيت إنها ضافت لك شيء في بحوث هتقراءها هتلاقي ما لا علاقة بالموضوع حقك وما أضافت لك شيء أو لقيتها مكررة في بحوث ثاني فأني ما يحتاج إنك إيش تضيفها من جديد تركز لما تكتب تقرير البحوث السابقة إيش الجوانب اللي البحوث السابقة ما تطرقت لها إيش مواطن التطوير اللي كل واحد يقول والله أنا كان نفسي أعمل كده بس ما قدرت كان نفسي أعمل كده فأنا ما قدرت لأنه هذه المواطن هي اللي أنت المفروض تستعملها عشان تطلع فكرة البحث حقك وفي نهاية هذا الموضوع ماشي الحال طبعا يعني حيكون عندك دراية بالمتغيرات والثوابت الموجودة عندك وتبدأ تسردها في هذا التقرير مهم جدا تستعمل مبادئ الاقتباس ما تاخد شغل الآخرين وتنسب لنفسك لابد تستعمل مبادئ الاقتباس هذا موضوع آخر كيف تقتبس من بحث لا مشكلة في أنك تستخدم أعمال الآخرين طالما أشرت أنه هذا عمل فلان السرقة وتعتبر السرقة يعني السرقة أكاديمية أنك تاخد عمل فلان وتقول هذه فكرتي بدون ما تنسبها له ترى هذه يعني عليها عقوبات شديدة وترى في إبداع نحنا بنحاول في طلبة للأسف يرفع مشروع وهو أريدي شافه من النت نسخه لسقه حطه من النت ترى إحنا نبحث قبل ما نحكم مشروع ترى نبحث في النت هل المشروع متكرر هل الفكرة متكررة ولا لا وتلاقي فيه ناس للأسف مئة في المئة نسخه فهذه يعني نحاول نتواصل مع إدارات التعليم الخاصة فيها يعني التنبيههم لهذا الموضوع أنه هذا الطالب غش ونقل طبعا في النهائي لابت تضع المراجع تسردها بشكل تسلسلي في نهاية البحث عشان تعمل البحث طبعا الآن انت فهمت الناس اللي قبلك ايش عملت فهمت ايش جوانب الموضوع فهمت المتغيرات كلها فهمت الثوابت كلها فالآن عندك فرضية سابقة تبدأ ايش تعيد النظر فيها فهمت انت الموضوع بشكل أوسع فالآن تضع ايش الفرضيات حقتك ايش الفرضية؟ هي تخمين مؤقت لنتيجة البحث تضع من البداية وقد تكون ايش حل محتمل الحل للمشكلة الفلانية وانه نعمل واحد اتنين ثلاثة تخمين سبب المشكلة هو واحد اتنين ثلاثة انا ارى ان المشكلة سببها واحد اتنين ثلاثة او استنتاج لموقف او اجابة مؤقتة لتساؤل البحث لابد تضع تخمينات منطقية والفرضية حقتك ترى هي اللي حا تستعملها لكتابة منهجية البحث لان منهج البحث وظيفة منهج البحث انه يقوم من التحقق من الفرضية او لا فانت تضع فرضية بعدين تعمل منهج بحث خطة تتبعها للتأكد من صحتها او لا اذا كانت الفرضية وفي النهاية تقول تطلع نتائج وتعملها تحليل وفي النهاية تقول هل الفرضية كانت صحة ولا لا اذا كانت صحة الحمد لله اذا ما كانت صحة تحاول تعمل تفسير ليش الفرضية دي ما هي صحيحة وبرضو ترى يعتبر اكتشاف إنه إن توفرت على الآخرين إنه يعيدوا نفس طريقة خلاص أنا اكتشفت أنا التفسيري كان إنه السبب الظاهر الفلانية هو الشيء الفلاني لكن اتضح من التحليل حقتي إنه هذا الشيء الفلاني ما له علاقة بهذا الظاهر فإن توفرت على اللي بعدك إنه يعيدوا نفس الموضوع فاستل يعتبر إنجاز ومساهمة فاستعد إنه فرضية تكون خاطئة وبناء عليه عد حدد أهدافك الأولية تمام فلابد يكون عندك متغير الأساسي متغير الثابت والفرعي لاحظ يعني لو نشوف المثالين هذي الدروس الخصوصية تؤثر على التحصيل العلمي داخل المدرسة هذه فرضية إنه دروس الخصوصية أثرت على التحصيل العلمي داخل المدرسة في فرضية تانية التحصيل العلمي داخل المدرسة يؤثر على الدروس الخصوصية ترى قد يبدو أن الفرضيتين زي بعض لكن الواقع مختلف الآن في الأولى التحصيل العلمي يعتمد على الدروس الخصوصية في الثانية لا الدروس الخصوصية هي اللي تعتمد على التحصيل العلمي فمنهجية البحث تمام تختلف بين الاثنين أنا أبغى أشوف إيش أثر الدروس في الأولى أبغى أشوف أثر الدروس الخصوصية على التحصيل العلمي في الثانية أبغى أشوف أثر التحصيل العلمي على الدروس الخصوصية فهي مهم جداً ففرق بين الآلية اللي يستعملها للتحقق من الأولى أو الثاني مثلاً أو أقول التدخين يؤثن على الرئتين فالآن لابد طبعاً الفرضية تكون منسجمها مع الحقائق العلمية ما أجيب فرضية متعارضة مع اللي قريته قبل كده ولابد تكون قادر إني أنا أعمل تجربة لتطبيق حقها ومهم جداً إني أبعد عن تحيز الباحث في أحياناً الباحثين يتحيزوا لفكرة معينة مثلاً يحب شيء معين فيبغى يبينوا أن هذا الشيء هو أحسن شيء فلابد تتجرد من هذا الموضوع وتبتعد عنه بعد ما حددت الفرضية وفهمت أنت الناس السابقين إيش عملوا وتفهم الناس السابقين إيش الخطوات اللي اتبعوها للتحقق من طريقة عملهم أنت تضع الآن طريقتك اللي أنت حتعملها في هذا البحث اللي هي تتحقق من خلالها من الفرضية لا بد زي ما أقول ما تتجاهل أي من عوامل التأثير المرتبطة بالمشكلة لا تتخش في الانحياز مثلاً تحط استبيان منهجك أنت أن تعمل استبيان أنت مؤمن مثلاً أن الوجبة معينة وأكلة معينة ليست صحية فتروح في سؤالك أليست الوجبة الفلانية ضارة بالصحة أنت الآن في استبيانك استبيانك ده مرفوض ما ينفع تسأل أسئلة في الاستبيان أسئلة موجهة توجه القارئ إلى إجابة معينة هذا يعتبر تحيز ما تقدر تعرف مثلاً أنه أنا لو حطيت الشمس في الموضوع النتائج ما حتطلع صح فأنا إيش؟ خليني أشيل الشمس من الموضوع للأسف في طلبة وفي ناس باحثين يحاول يزور في النتائج يعرف أنه في شيء معين لو حطه حيأثر أو يعرف أنه لو مثلاً لو أضاف مغناطيس في النص النتائج تطلع أحلى فخليني أضيف مغناطيس بدون ما يجيب سيرته هذه أمور يعني يبغى لنا يعني أن نبتعد عنها لأنه هذا ما هي من مهنجيات البحث العلمي وترى حتينكشف لأنه الناس اللي حتحكمك فاهمين وعارفين وحيفهم أنه النتائج حقرها غير منطقية وغير طبيعية قراءات السابقة تفهم منهجيتهم في البحث كيف كانت؟ هتلاقي بعضهم يجي يقول لك أنا افترضت أني أقدر أعمل واحد اثنين ثلاثة لكني وجدت صعوبة في هذا الموضوع فأنت لما أقل لك في صعوبة في هذا الموضوع لابد تضع هذا الموضوع في عين اعتبارك لابد الفرضية حقتك تخلي بالك أن النتائج تكون مرتبطة مع الفرضية في وسائل بعد كده لما تتحقق من الفرضيات تقرأ مثلاً الدوريات والمراجع والكتب العلمية تعمل يعني هذه نماذج من منهجيات البحث في واحد ممكن يبحث في مشكلة معينة ماذا قال الآخرون عن انفلونز الطيور هذا هدفه فتروح تقرأ 30 بحث 40 بحث ايش قالت الناس عن انفلونز الطيور وتلخصها فهذا انتهى البحث حقاً فهذا يسموه review articles في منهجيات تعتمد على المقابلات الشخصية والاستبيانات الطلبة انطباعهم عن دراسة الرياضيات في هذه المدرسة فتروح تعمل مقابلات شخصية واستبيانات غير منحازة غير منحازة محايدة تستقصي منها من نتائجها علاقة الطلبة بهذا الموضوع ممكن تسمي تجارب تطبيقية انه استعمال المادة الفلانية الكيموية يزيد من نمو النعناع في هذه التربة فتعمل تجربة تجيب تربة وتحط هذه المادة بشكل وتعمل control يعني نعناع ينمو الوحده وتعمل نعناع ينمو بالسماد وتقارن هل النعناع اللي ينمو بدا السماد ينمو أسرع من هداك ولا لا لو النمو اللي بالسماد أسرع معناته السماد سارع لو ما نمو أو ما ساهم فمعناته السماد هذا ما له علاقة بالcontrol فهذه مسألة في منهجية البحث لابد تراعي يكون عندك control اللي هو شيء لوحده بدون أي تأثير ويكون عندك الشيء اللي انت بتأثر فيه البيئة اللي انت بتأثر فيه والبيئة الغير متأثرة فهذه أمور مهمة لابد تضعف عين الاعتبار في المنهجية لأنه في النهاية لابد تثبت انه ما حصل هو بسبب الشيء اللي انت أدعيته قد تقول آثار الحرارة على الطيور آثار ارتفاع الحرارة في الصيف على هجرة الطيور فانت في هذا الوضع انت بتراقب سلوكيات الطيور وبتتابعها وبتشوف متى بهاجروا متى بيجوا متى بيسكنوا متى بياكلوا متى بيشربوا وتقارن بينها وبين درجات الحرارة فهذه منهجية أخرى في شكل معين مثلا أو إني أنا أبغى أستعمل جهاز معين في علاج موضوع معين أو أعمل قضايا أخرى فهذه منهجيات أمثلة مختلفة فأنا بعد لو تلاحظوا قبل كده أنا كتبت الفرضية حقتي وكتبت مقدمة البحث اللي فيها إيش اسمه سرد البحث السابق الآن لابد أكتب منهج البحث حقي إيش المنهج حق البحث حقي كيف أنا حستعمل إيش الخطوات اللي حتحمل ححدد أول شي طبعا أهداف البحث كيف أربط بين نتائج البحث السابقة وبين أهداف البحث الحالية إيش الإجراءات اللي أنا حعملها أنا إيش رح أعمل أنا بلتزم منهج البحث هذه الخطوات التي سأتبعها للتحقق من الفرضية تبعتي التي وضعتها هذه الفرضية كإجابة على الإشكالية الأساسية اللي أنا بدأت فيها فأنا عندي إشكالية أبغى أفسرها أبغى أشوف سببها فأضع فرضية كإنها السبب الآن أبغى أختبر أبغى أتبع خطوات معينة في منهج البحث حقي لأختبر هذه الفرضية وتحقق من صحتها من عدم فهذه هي الإجراءات التنفيذية اللي حستعملها لو بأخذ عينات لازم أكتب إيش العينات اللي حستعملها كم طالب كم عمرهم أولاد وبنات إيش أعمارهم بس تعمل مواد كيماوية إيش المواد الكيماوية اللي حاخذها كم مرة حكرر التجربة إيش الكنترول حقي إيش الضابط حقي وإيش المتغير حقي لابد أضعها هذه الشغلة وعشان في النهاية أقارن بين الضابط والمتغير هذا موضوع حيوي يعني هل فيه ترخيص معينة يحتاجها البحث لو أنا بستعمل على الحيوان والإنسان لابد أروح لجنة الأخلاقيات العلمية أخذ منهم تصاريح عشان أعمل هذه الشغلة بعد كده أحدد طبعا لو فيه بشر إيش كيف حاحميهم إيش البرامج والمعامل والأجهزة اللي حستخدمها في البحث إيش الطريقة كيف حجمها النتائج حاجمها في إكسل شيت حكتبها في ورقة ححطها في SPSS حسجل فيديو حسجل تلفزيون حعمل تسجيل صوتي كيف حجمها النتائج هل عندي داتا بلوغر وبعدين بعد ما أجمعها كيف أحللها هل ححللها في إكسل ححللها في SPSS هل عندي برامج محاكاة هل حستعمل أجهزة مثلا تحليل DNA إيش السيكونسين اللي حستعمله لابد أحدد هذا كله في منهجية البحث حقي بشكل عام هذه بشكل عام الأمور اللي لابد تكون واضحة فيه منهجية البحث العلمي اللي تكون مكتوبة ترى لازم تكتبها في إبداع وهذه تقيم عليها لأن بعد كده المنهجية دي لابد الناس تقيم هل هي مستقلة هل راعت كل المتغيرات هل وضعت الضابط الكنترول والمتغير هل منحازة ولا مو منحازة أخذت بعين الاعتبار بكل شيء هل ممكن تطويرها ولا لا هذه تتقيم بشكل واضح يعني من التحكيم أخلاقيات البحث العلمي فيه أشياء أنت ممكن تسويها ونظامية لكنها خلقيا لا تجوز ولا تصح فلو أنت لبحث حقتك تنفذ على الإنسان أنتوا شايفين هنا فرينكستاين جاب كده واحد جثة كده وربط عليه الأسلاك ووصلوا بالصواعق الكهربائية وضربوا بالكهرباء طبعا فيلم فكشيس بس يعني هذه عمل فيه ناس تأخذ حيوانات وتبدأ تجرب عليها تأخذ بشر تبدأ تأخذ منهم أسئلة وتجرب عليهم أشياء وهذا كل أمور لابد تتم بموافقة لجنة أخلاقيات بحث علمي مستقلة عن البحث تقول للجنة هذه أنا رح أعمل كذا مع الإنسان دا مع الحيوان دا وأبين لهم كيف أنا رح أحميه وكيف أحمي خصوصيته وكيف ما رح أأذيه وما رح أضره فضروري هذه العملية أخذ بالي منها وفيه استمارات خاصة يعني للبحوث اللي فيها عينات بشر أو استبيانات لها استمارات خاصة في إبداع أظن فيه فيلم آخر موجود يشرح هذه الاستمارات بشكل جيد لابد تتعبى بشكل واضح باللغة الإنجليزية لأنه حتى آيسف في أمريكا إن شاء الله اللي يتأهلو حيركزوا عليها بشكل كبير يعني أحياناً تطلب تأخذ مهارات إضافية تدرس برنامج حاسب آلي معين تعرف وسيلة تحليل معينة تتعرف على أجهزة جديدة مواد أخرى إيش الأنظمة والقوانين اللي تضبط هذا الموضوع طبعاً البحوث العلمية لابد يكون عندك Project Management Skills مدابعة مشاريع في النهاية عندك خطة أنت وضعتها الخطة دي لها زمن الخطوة الفلانية حقلصها في يومين الخطوة الفلانية في عشر أيام الخطوة الفلانية في ثلاثة أسابيع لابد يكون عندي وسيلة لمتابعة التطورات وتدوين كل خطوة بخطوة جزء من إبداع أنك تجيب المدونة حقتك تكتب أنت كل حاجة بيدك تكتبها غير عن التقارير اللي تكتبها لا لازم تشوف عندك مفكرة بتكتب ملاحظاتك بتكتب الميتيك منيتس اللي هي الملخصة الاجتماعات اللي أنت تعملها الأفعال اللي ترى يكتبوها لازم تكتبها نوتا لابد ما في باحثي يكون عنده نوتا يكتب فيها ملاحظاته هذه مهمة جدا تكون موجودة عندك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر